في الضاحية الغربية للجزائر العاصمة التقينا برضا شاب في العشرينيات من العمر يمارس تمارينه الرياضية كل صباح بعد أن عادت الحيوية إلى حياته بخروجه من كابوس اسمه الأقراص المهلوسة أدوية موجهة للأمراض العقلية ومهدئات خاصة بالآلام الحادة كان يتعاطاها لسنوات كمخدرات تنسيه واقعه فأغرقته في واقع آخر كاد أن يفقده عقله ويودي بحياته بعد أربع سنوات من تعاطي الحبوب المهلوسة مثل الألريكا والأرطان الحمد لله اليوم قدرت أن نخرج من هذه الدوامة التي كنت فيها بعد توقف عن تعاطي جسم مرحلة صعبة جدا ويكونت أيام كثيرا ما كنتش نرقد في الليلة كنت عندي استر في اللحم ديالي في العضم ديالي كنتم نتعرق بزاف الكابوس الذي نجى منه رضا لا يزال واقعا للعديد من الشباب في الجزائر حيث تطيح قوات الأمن كل أسبوع بشبكات مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة وتمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية مع حجز أزيد من نصف مليون وحدة تقارب قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايين دولار وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني جاءت العملية بعد استغلال معلومات واردة عن وجود حمولة ضخمة من المؤثرات العقلية ستحول من ولاية ورقل جنوب البلاد إلى ولاية السطيف في الشمال الشرقي لتنتهي العملية بتوقيف شخصين من أفراد الشبكة وحجز الممنوعات وشددت وزارة العدل العقوبات في حق المتورطين في مثل هذه القضايا خاصة إذا كانوا من فئة الموظفين الحكوميين للسجل إلى ثلاثين سنة على بيع أو إنتاج أو صنع أو حياس أو تخزين أو صمصرة أو شحن أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية وغيرها من أفعال خطيرة إذا كان الفعل موظفا عموميا سهلت وظيفته ارتكاب هذه الجريمة وتكون العقوبة السجن مؤبد عندما ترتكم الأفعال السالف تذكر من قبل جماعة إجرامية منظمة وأعلن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات معالجة القضاء لحوالي أربعين ألف قضية متعلقة بالمؤثرات العقلية على مستوى المحاكم مع توقيف أكثر من مئة ألف شخص متورط في هذا النوع من القضايا خلال عام الفين واثنين وعشرين حسن جزيري قناة الغد الجزائر ضيفنا من الجزائر هو الدكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر أهم بك معنا يا دكتور ما هو حجم مشكلة تلك الأقراص المهلوسة والمخدرة في الجزائر أعتقد أن المشكلة يكبر بشكل يومي لأن في الأخير هناك بيئة مساعدة على اللجوء إلى مثل هذه الأقراص نحن مجتمع شبابي بامتياز هناك أزيد من 14 مليون شاب أقل من 24 سنة هؤلاء الشباب بالدرجة الأولى يحتاجون إلى تأطير يحتاجون إلى حلول يحتاجون إلى رعاية وبالتالي أعتقد أنه الكمل هائل من هؤلاء الشباب يضغط اجتماعيا ومجتمعيا باتجاه ربما تشجيع أحيانا أشكال متعددة من الانحراف لذلك ظاهرة المخدرات بعد أن كانت الجزائر مجرد مركز عبور لكل أشكال المخدرات اليوم الجزائر الأسف شديد أصبح مجتمع جزئيا مستهلك لهذه الأشكال لكن لم أفهم منك يا دكتور فعلا حقيقة الأسباب يعني ما الذي يمنع الرعاية أنت قلت 19% تقريبا من الشباب يحتاجون إلى الرعاية ما الذي يمنع الرعاية الرعاية مربوطة بأمور مادية بالدرجة له تحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة يعني تستطيع أن تدرس مثلا 11 مليون شاب جزائري لكن تدريسهم النوعي يحتاج إلى أموال طائلة أكبر بكثير تستطيع أن تقدم خدمة مجانية في الصحة لكن الخدمة النوعية تحتاج إلى أموال أخرى والجزائر ليست بلد غني حتى تستطيع أن تغذق الأموال على مختلف القطاعات لذلك نحن نحتاج نشهد هشاشة في أداء في أدوار الكثير المؤسسات مثلا ظاهرة البطالة المنتشرة في الجزائر هي تعد بالملايين لا يمكن الحديث عن مكافحة المخدرات دون الحديث عن ضرورة ملء فراغ الفراغ الحاصل هناك ملايين شباب يكفي أنه مليونين شاب مليونين شاب يتقاضون منحة البطالة أي معنى ذلك أنه عدد البطالين أكثر بكثير لذلك نحن اليوم أمام مأزق حقيقي سقف التطلعات لدى الشباب مرتفع الكثير من الشباب يعتقد أنه بمجرد النجاة في الدراسة سوف يتحصل على مناصب مسؤولية ومناصب تأترقية لكن في الأخير الجامعة تنتج أزياد من 250 ألف طالب جامعي سنويا لكن صغر الشغل لا يوفر كل هذا الطلب هذه حقائق تضغط وربما لا تساعد على كبت وعلى احتواء ظاهرة تعاطي المخدرات بكل أشكالها حتى الأسرة الجزائرية تجد صعوبة في تأطير أبنائها لأنه هناك غلاء معيشة وهناك والليوم المواطن الجزائري ربما يحتاج من أجل إرضائه إلى سقف تطلعات إرضاء سقف تطلعات مرتفع يختلف عن المواطن العشرية السابقة والمواطن كيف كان يفكر المواطن منذ 20 سنة طيب الآن يا دكتور يعني كيف تتعامل الجزائر كدولة كمجتمع مع هذه الآفة مع هذه المشكلة كيف تتكاتف المؤسسات هناك تكاتف كبير على المستوى الأمني كي تكون هناك معالجة أمنية لكن المعالجة الأمنية غير مجدية غير كافية لوحدها تحتاج إلى مرافقة مجتمعية المرافقة المجتمعية تحتاج إلى مشروع مجتمع وإلى انخيارات إلى عمل جمعوي قوي ونحن نشهد في الجزائر أن هناك ضعف كبير على مستوى العمل الجمعوي وتعطير المجتمع وبالتالي وكأن الجزائريين يفكرون بمنطق فردي يريدون حلول فردية لمشكلة عامة مشكلة مجتمعية مشكلة بحجم دولة بكاملها وبالتالي نعيش نوع من التناقض ليس هناك انخيرات مجتمعي كافية في إطار مؤسساتي وفي إطار وتبات مجتمعية كبيرة وإنما هناك محاولة للمعالجة فرضية على مستوى كل الأسر وهذا لا يمكن أن يحقق النتيجة المرجوة بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي على مختلف مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات حتى تحسن أداءها لأنه في تحسين أداء جزء كبير من المعالجة مثلا يجب تحريك المشهد من أجل أن تكون هناك حركية تقافية حركية اجتماعية حركية ترفيهية تسمح بإعطاء نوع من البدائل للشباب حتى لا يجد عصابة أحيائية البدير حتى لا يلجأ إلى إنشاء تقافات فرعية وثم يحاول معاقبة المجتمع باللجوء إلى المخدرات لأنه جزء من المشكل يضار بهذه الطريقة لدينا الشباب يريد أن يعبر عن نفسه بالتمرد عن المجتمع وماذا دكتور عن القوة الناعمة في الجزائر؟ مثلا ماذا عن الدراما؟ عن الفن؟ عن الغناء؟ عن الرابي الجزائري المعروف هل القوة الناعمة هي نقطة إيجابية في التصدي للمخدرات؟ أم ربما في بعض الأحيان نقطة سلبية؟ لا أعتقد أن القوة الناعمة في الجزائر قوة يمكن أن تساهم بشكل كبير لماذا؟ لأنه في الجزائر الفاعلين في القوة الناعمة تقيب الفقراء السينما لا تعطي الاشتغال في السينما لا يحقق مكاسب حقيقية وترقية جزء كبير من الفنانين في الجزائر لهم مواطنين بسطاء وبالتالي يحتاجون لأداء أي أدوار من أجل ربما لقمة العيش هذا الوضع لأنه ليست هناك شبكة حقيقية ليس هناك سوق سينمائية في الجزائر ليس هناك سوق لضررنا في الجزائر تأتمد على بعض الإعلانات الضعيفة جدا لأنه القطاع الاقتصادي الخاص ضعيف في الجزائر وليستطيع أن يرافق هذه الوتبة المطلوبة وبالتالي عندما تكون أمام فاعلين لم يحققوا الترقية الكافية لا يمكن أن يعطوك أداء مميزا ويعالجوا القضايا بأرياحية وإنما يحاولون تأدية أدوار تبحث على الإطارة لجلب مشاهدة وعادة هذه الإطارة تزيد من تفاق المشكل ولا تحول المشكل والدليل على ذلك أن الكثير من الأغاني المشهورة في الجزائر الأغاني الرأي تدعو الرأي المشهور في الجزائر تدعو إلى الأوروبا من المخدرات وتدعو إلى انحراف وتشجع على ذلك وتشجع فكرة ثقافة العصر العصابات حتى أن تجد أسماء مثلا مغنيين مشهورين تجد أسماءهم هي عواصم لدول أوروبية طيب هذا هو سؤال الأخير يا دكتور يعني يقال عادة في علوم الاجتماع إن أي إنسان هو ابن لبيئته وربما يعني هو السؤال الأهم كيف ينظر المجتمع الجزائري بمختلف طباقاته إلى من يتعاطى هذه الحبوب الآن في الحقيقة كان المجتمع الجزائري إلى وقت قريب قريب ينظر إلى متعاطى المخدرات على أساس أنه منحرف وفقط ويحاولون الإبتعاد عنه قدر الاستطاعة ويصيمونه بكل وصل بكل الأشكال القبيحة لكن مؤخرا عندما بدأت الظاهرة تنتشر بدأت تظهر الحالة لفكرة نظر إلى جزء من هؤلاء المدمينين والمتعاطى المخدرات على أنهم مرضى على أنهم مدمين يعانون من أزمات صحية حقيقية بدأت نظرة المجتمع تتغير لأن الظاهرة تفاقمت وبالتالي انتقلنا من فكرة المعاقبة الاجتماعية بالمصوء بالوصم والعزلة وبعت مزيد من الاختراب والتهميش إلى محاولة استقطاب هؤلاء عن طريق عمل جواري عن طريق محاولة جلبهم من أجل مصحات صحية بدأ المجتمع يفكر بعقل آخر لأن العقل الجمعي الذي كان في الجزائر هو العقل المحافظ الذي يرفض فكرة الانحراف مهما كانت ويعاقب ويمارس ضبط شديد جدا مهما كان السن لكن اليوم نحن أمام واقع مختلف هذا الواقع هو الذي يفرض منطقه هذا الوصم إذا وصلنا فيه سوف يصبح هؤلاء يذهبون لتشكيل ثقافات فرعية ضمن عصابات أحياء ضمن جماعات وتقافات متمردة ويصبحون يعطون الأمان ويعطون الحماية للمقبرين الجدد على الانحراف أشكرك دكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر كنت معنا من الجزائر العاصمة شكرا لك انتهت حلقة اليوم من الحصة المغاربية على رأس الساعة وقفة إخبارية جديدة على شاشة الغد فابقوا مع الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة